السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو اليوم راح تحدث بي عن اللي سوينا الحضيرة مال الدجاج تعالوا نشوف بس قبل نبدأ لايك واشتركوا بالقناة ونشر الفيديو حتى يتوصل الجميع للرؤيته طبعا مثل ما دا شوفون دنيا الفجر هذا صحيح للصبح يعني ودا شوفكم اليوم سوينا المزرعة مال الدجاج طبعا احنا هنا قطعناها مثل ما دا شوفون هاي حضيرات الدجاج صارت على صفحة وهاي هنان القطعة نريد نزرع بيهم تعالوا نحط كل الدجاج طبعا انفجر هنان مشغلة الضواء حتى ينير المقام بس هناك قبل ما شوية تعالوا نشوف جبتنا نأكل الخبز منقوع او نقعته بمي تعالوا نشوف هاي منان المدخل اسدب هاي البلوكة هاي من نفوت منو بس اصلا ما اطلعتهن غادي دنيا ظل مانع كلش هنشغل مثل ما دا شوفون بس الجو الضام لان غيرا نفتحه هاي نعمون على الخشاب هاعذروني الان الرائية منحل واضحة نقوم بساعة السكة حطيت هنا الأكل وذا أخرج الآن أقوم بأكل سديت البعض أسربي الآن أقوم بأكل سديت البعض سدية الباب طبعا شوية ظلمة دنيا بس اي تاني الشرحة اللي سويناهنا بهاي الماكن طبعا البرحاق اما تشفنت في التنطر غطيناه اشنا ذاك اللايلون الازرق غطينا للقفص كله اه وهذا الشادر جبناه ثبتناه بهاي الطالعة من ناك الحديدة سوينا بهذا الشكل احفرنا و سويناه هاي نانا اذا اريد اصرحوا بهالي المنطقة حتى ما يقدرونوا معبرون للمنطقة الثانية اللي هي وراء هذا الحاجز نانا يلعبون يسوون عاجب هاي مثل ما تشوفون طبعا انا حافزتهن حتى حتى شي حتى يساعدون على المكان يعني مالتهم القفص حتى اذا افتحهم لما ينامون يرجعون ببطن القفص ايه ايه انتون ما تشوفون صار مكان حلو ما شاء الله طبعا انا قلنا نزرع بديش الارضة بعض المزروعات مثل الكرافوسة وها او رشاد ونعناء وريحان اه يعني من هاي الاشياء وعفناه لنلوحه هنا طبعا انا اربع اماكن للزراعة او هناك اما اربعة اثمانية بس اذا نزقيناهن بعد بس نزرعهن اللي عنده سؤال او استفسار ازعني بالتعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السيارة اشتركوا في القناة